بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سبيلنا محمد النبي ومصدره الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين معكم الدكتور أحمد عويد العبادي ولا زال حديث عن أهمية الأردن في موضوع الدعوة الإسلامية والفتوحات الإسلامية سيدنا أبو بكر عندما سير جوش سير أربع جوش إلى بلاد الشعب كان أحدها يعني إلى الأردن كما قلنا لكن سيدنا أبو بكر كان كل جيش يسيره في يوم مختلف عن يوم اللي قبله يعني الجيش هذا اليوم بعد يومين ثلاثة أو أسبوع الجيش اللي بعده والجيش اللي بعده وكان كل جيش كان يودع الجيش خارج ضواحي المدينة وكان يوصيهم لكن كان هناك وصية عامة يعني كان في وصية عامة وكان في وصية خاصة لأنه يعرف القيادات التي أرسلها فهم يعملهم يعني يعني خنقول وصية خاصة لكل قائد هي أول المعنى فيها أولا القائد والمعنى فيها الثاني الجنود فمثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أعطى وصية بعرفنا الأسكري أو الحديث له التعميم التعميم للجميع يقول قال يا أيها الناس يا أيها الناس قفوا وصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا أي لا تتجاوز القدر حد لكم ولا تفرطوا ولا تزيدوا يعني أنك حد معين لا تغلل من غلاء وفا من غلاء سيأتي يوم القيامة ما غل يعني أنك تأخذ شيء ليس لك تنهب أموال الناس تقتل الناس تعذب الناس تزاوز على حدود الناس هذا اسم الغلول فحتى حقد الإنسان يقول لك غل إيش في غله ولا تغدروا ولا تمثلوا يعني ما في غدر وما في تمتيل يعني إذا أنت انتصرتوا لا يجوز أنك تمثل في الجثث ولا تمثل في الحيوانات ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا طفلا صغيرا لا يجوز أن تقتل الشخص إلا الشخص الذي يحمل السلاح يحاربك في المعركة وعادة أن يكون عمره في 16 سنة لا يجوز تقتل طفل صغير فهذه الإنسانية الإسلام وإنسانية ورثة الإسلام ورعاة الإسلام الذين استطاعوا أن ينشروا في كل أرجاء العالم لأنه دين الإنساني ودين الرحمة ولا شيخا كبيرا ولا مرأة إذا لا تقتل لا طفل ولا شيخ كبير ولا مرأة أصلا إحنا قتل مرأة عندنا حتى عندنا في الأردن عند العيب والمرأة إذا قتل شخص عندنا في الأردن ديت أربع أضعاف دية الرجل يعني لها الدرجة حرمة المرأة عند الأردنيين وعند العرب اللي يقول لك ما لا حرمة لا هذا مو صحيح يعني توصيد أبو بكر الرجل الثاني بعسين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعقروا نخلا يعني اتخيلوا هو شبه النخلة بأنها كان حي زي هذه الجمل فالعقر يعني هو قطع النخلة من رأسها لأنه إذا قطعت النخلة كالإنسان سيئة إذا قطعت رأسه ومات والنخلة إذا قطعت رأسها ماتت ما بطل على إبنيات منه ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاتا ولا بعيرا إلا لمأكلها يعني حتى إذا أنتم تأخذوا من حلال الأربان لأنتم ترحيلهم خذوا فقط حاجتكم لا يجوز مش هذا والله إنهب وسرب يعني هذه منتهى عظم في دروس النقاء وسوف تمرون بأقام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع رهبان رهبان يعبدوا ربهم بطريقتهم لكم دينكم ولا دين فدعوهم وما فروا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فأنا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله يعلم يعني الناس يقدون أنه هو موديهم على عشائر أردنية كلها كريمة محترمة وبالتالي راح تتقول يا هلو يا مرحب يقدمون بأكل يقدمون من مناسف والمنسف الأردني معروف من عشرة تلاف سنة يعني أو أكثر وقدمون الطعام يقول لك كل منهم كلهم بس ذكوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولهم من مثل العصائب فقفقوهم بالسيف خفقا انتفعوا بسم الله قالوا ما رضي سهل عليكم بسم الله والحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة